اشتركوا في القناة وكلمة نجل منضلة في حفل الافتتاح بالجزائر وتأتي تصريحات السيد فوزي القجع التي وصف من خلالها قرارات الكافة بغير المنصفة قبل فترة قصيرة من انطلاق كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة التي ستحتضنها الجزائر بداية من 29 أبريل المقبلة وهي المنافسة التي ستعرف مشاركة المنتخب المغربية لذات الفئة وقال القجع في هذا الصياق سنطالب بالبث عاجلا في هذا الاستيناف لأن نسخة أمم إفريقيا للناشئين وشك في نفس البلد الجزائر وينبغي توضيح الصورة إذا لم يتم إنصافنا فلن يكون لدينا سوى خيار اللجوء لهيئات رياضية دولية أعلى وأضف رئيس الجامعة الملكية المغربية السيد فوزي لقجع أن المنتخب المغربي تحت 17 سنة لن يشارك في كأس إفريقيا للأمم القادمة إذا رفضت الجزائر برة أخرى السماح للمغرب بالسفر بطيران المباشر كما هو مذكور في لوائح الاتحاد الإفريقيا لكرة القدم وتجذر الإشارة إلى أن لجنة الانضباط بالكافة كانت قد قررت عدم توقيع أي عقوب على المغرب وفي الوقت نفسه رفضت طلب الاتحاد الجزائرية لكرة القدم الحصول على التعويذ كما قررت عدم معاقبة الاتحاد الجزائرية بعد الخطاب السياسي الذي ألقاها حفيدة نيص المنطلة في افتتاح بطولة أمم إفريقيا للمحليين بالجزائر نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء